موسيقى مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى متابعة هذه الحلقة من برنامجكم بكل هدوء ربضان كريم ونرجو أن تقضوا برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة الصناعة أولوية وطنية ورافعة للتنمية في المغرب طموح كبير تتكثف لأجل تحقيقه الجهود ولسيما وأن المغرب بات وجهة لقطاعات صناعية متطورة في حلقة اليوم المؤسسات الوطنية وبعض المراكز البحثية قدمت مؤشرات بشأن نسبة نمو الاقتصاد سنترح للنقاش مع ضيوفنا هذه النسب المعلن عنها وفي حلقة اليوم سنواصل النقاش بشأن الأسعار الحكومة تقول إنها مستمرة في العمل من أجل عودة الأسعار إلى مستوى معقول وطبيعي ونطرح السؤال هل فعلا الأسعار بدأت تأخذ منحا تنازليا قضايا ومواضيع أخرى طبعا سنطرحها في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم الأسد علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي سي علي مرحبا بك مرحبا شكرا على الاستضافة شكرا لك ضيفنا الكريم الأسد عبد النبي صبري أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط أهلا بك سي عبد النبي مساء النور ورمضان كريم لمشاهدي الكرام شكرا سي عبد النبي كذلك في حلقة اليوم يحضر معانا نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية أستاذ عبد الحافيض ولعلو أهلا بك سي عبد الحافيض مساء الخير وشكرا على هذه الدعوة الكريمة وتمناية بأن يكون نقاشا مفيدا للجميع شكرا لك ضيفنا الكريم أستاذ دريس علاوي الخبير الاقتصادي والمالي أهلا بك سي دريس أهلا وسهلا ورمضان مبارك سعيد لكل المشاهدين الكرام وشكرا على الاستدار شكرا إذن ضيفنا الكرام وربما سي علي وكذلك ضيفنا الكرام سنبدأ ببعض الأحداث التي شاهدها الأسبوع من بينها تأكيد كامبوديا بدعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية ووحدته الترابية كيف تعلق؟ هذا مسلسل تأكيدة لا يوجد غي كامبوديا في مجموعة الدول يؤكد على نجاح السياسة الخارجية ويؤكد على التزام الدولي ويؤكد على العدالة القضية الوطنية وبالتالي هذا المسلسل التأكيدة اليوم على المستوى الأممي والمستوى العالمي لا يزيد إلا قوة المقترح المغربي وقوة القضية المغربية التي بدأت تتعزز بشكل دائم وبشكل مستمر باعترافات من دول من قارات متعددة سواء في إفريقيا اليوم نحن نرى العدد الكبير دول إفريقيا التي اليوم تعتاري في مغربية الصحراء وتنرى حتى القوى الدولية اليوم والتي تتأخذ مناحي أو الاتجاهات واضحة فيما يخص الدعم المغربية الصحراء بحل الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا وإسبانيا نرى حتى أمريكا اللاتينية كيفاش مجموعة دول اليوم والتي تساند المغرب وكتساند القضية الوطنية دي المغرب وتتأكد على مغربية الصحراء وكذلك في منطقة آسيا هذا زخم داولي هذا زخم داعم هذا زخم في سيرورة دا تقدم دا تحصيل فيما يتعلق بالمواقف فيما يتعلق بمغربية الصحراء في بداية هذه الحلقة سنحاول أن نطرح بعض الأحداث التي ميزت الأسبوع ومن بينها لجنة العمال المهاجرين تطرح مأساة المغاربة المهجرين في الجزائر وتتسأل عن التدابير المتخدة لحماية حقوق هؤلاء المهجرين من الجزائر في العام ألف وتسعمائة وخمسة سبعين تعليقك سي أحمد صبري قبل أن نمر طبعا إلى بقية المحاور هو بكل تأكيد لأن العمال المهجرين من الجزائر كانت هناك إشكالية مرتبطة بهذا النوع من المواطنين وبالتالي كان من ممكن توفير الحماية لهم كان من ممكن السلطات الجزائرية لا تقوم بالفعلة التي فعلت تجاههم لأن السلوك الذي نهجته تجاههم مخالف للأعراف مخالف للقواهيد مخالف لكافة ضابط التي تؤطي العلاقات فيما بين دوله بالتالي حتى في القانون الدولي الإنساني ولا في القانون الدولي لحق الإنسان كان هناك خرق واضح لهؤلاء إلا الذين لا دنب لهم سوى أن بلد قام بتهجيرهم بدون السندين وبدون وازعين لا ديني ولا أخلاقي ولا قانوني في الاقتصاد هذا الأسبوع سي عبد الحافظ أولعلو وكالة تنقية الأمريكية ستاندرد أند بورز أبقت على التصنيف الإتماني السيادي للمغرب في بي بي زائد بي مع نظرة مستقبلية مستقرة يبدو بأن الولوج إلى التمويلات الزوالية والوطنية بات متاحا بالنسبة للمغرب بحسب هذا التصنيف حسب الأرقاب المتدولة فإن المغرب ولله الحمد بعدما سجلنا خروجه من المنطقة الرمادية المالية وتعزيز مكانته على صعيد الدولي وتعزيز مصداقيته أمام كل مؤسسات الدولية المالية من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي ومن كل الجهات المرتبطة باقتصادنا وبتمويل اقتصادنا الوطني تنظر بأنه الآن المغرب في موقع مريح بالنسبة لكل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني وتجاه نمو كذلك يعني نمو يعني ليس الأمر ربما محصولا سي إدريس علاوي في ربما الولوج إلى التمويلات الدولية والوطنية ولكن حتى أفاق نمو الاقتصادي تبدو واعدة ربما المؤسسة هذه توقعت 3.5% بالنسبة لنمو الاقتصاد الوطني كيف تعلق بدورك صحيح الأستاذ سامير هو التنقيط هذه المؤسسات أو أيضا هذه التوقعات هي تحصل حاصل لما حققها المغرب في خلال السنة الفارطة وأيضا في بداية هذه السنة لأننا تتكلم على حتى الصندوق النقد الدولي أعاد التوقعات النمو الاقتصادي للمملكة المغربية نظرا لأن الاقتصاد الوطني المغربي تنعرف الدور القطاع الفلاح فيه وبالتالي فش كين هناك بوادر خير بأن هناك موسم فلاح جيد وبالتالي فكين هناك توقعات بأن يكون نمو اقتصادي جيد متوسط على الأقل جيد بالمقارنة مع السنة الفارطة لأن السنة الفارطة كانت توقعات أكثر من 3% لكننا للأسف كانوا اقتصادي 1.9% فالآن نحن نتكلم على انطلاقة جديدة لعدة قطاعات في الاقتصاد الوطني وبالتالي إذا حققنا أظن 3% سيكون نتيجة جيدة بالنظر إلى التحولات الجيوس السياسية والتحولات الدولية والذي يدعم هذا المنح الإيجابي سيدريس علاوي هو ربما هذا الزخم المتنامي للعديد من القطاعات السيامة القطاعات الصناعية يمكن أن نتحدث في هذا السياق عن صناعة الطائرات وسناعة السيارات وهذا يقودنا إلى الحديث عن اليوم الوطني للصناعة والرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في أشغال هذه الفعاليات الصناعية اليوم ربما المغرب البلد الفلاحي هذا وسم الأساسي اليوم نطمح إلى أن نصبح بلدا صناعيا كذلك هذا طموح كبير أكيد هذا طموح ليس وليد اليوم اليوم نحن في المخطط الرابع أو نحن مقبلين المخطط الصناعي الخامس بدنا في سنة 2009 مع مخطط الإقلاع المطاق الوطني الإقلاع الاقتصادي وكذلك هذا المطاق تسريع الصناعي في سنة 2020 وعندنا كذلك المطاق الإنعاش الصناعي من بعد كورونا المغرب والتي عنده اليوم أولا خبرة والتي عنده ثانيا استراتيجية واضحة المعالم والتي عنده أهداف محددة فيما يخص الصناع فيما يخص هذا المجال الصناعي وستطع من خلال هذا المخطط وستطع كذلك من خلال الإجراءات المواكبة والمصاحبة حيث لا تستطيع الصناعة بوحدة الصناعة ومعها بالموازنة معها درنا البنية التحتية تتأهل تكون لدينا الصناعة هذا شي ساهم أنه رفع من المساهمة للقطاع الصناعي في النتيج الداخلي الخام من 1.14% حتى اليوم بما يقارب 1.25% من نتيج الإجماد الخام هذا يؤكد هذا الحجم التي تحتل الصناعة في النسيج الاقتصادي المغربي في ضل هذه المعطيات التي تكلمت عنها لأننا الوحد البلد الذي في لاحي هذا تعزز اليوم لا يبقى بالنسبة للمغرب هو خيار أو لمسألة الطرف لا هو اليوم أصبح ضرورة قصوى بالنسبة المغرب أنه يتحول إلى محيط الجغرافي المحيط الإقليمي لمنصة صناعية حقيقية لأن اليوم إذا نحق التنمية وإذا نحق الاقتصاد صاعد في ضل هذه المنافسات الدولية لا يمكن أن نكون هذا بشكل إلا من خلال الصناعات التي تعطينا واحد القيمة مضافة عالية سواء على مستوى تشغيل وسواء على مستوى النمو التي تجعل الاقتصاد المغربي أنه يكون لدي هذه القدرة لأنه يكون لدي هذه المنافسات هذا يزنع كذلك من خلال واحدة التوجهات لأن نرفع من المستوى الصناع المغربي من خلال العلامة المشروع الذي صنع في المغربي وهي أهداف يمزيان مرحليا فيه واحد الأهداف يمزيان واللي ممكن إلا تكرس هذا الوضع الصناعي اليوم كيف تقيم السعال الغنبوري ونحن سأعود إليك للحديث عن الكثير من المحاور في هذا السياق لكن أتوجه إليك سي عبد الحفيظ ولعلو اليوم المغريب يدخل مشروعا جديدا بطموح جديد طبعا هذا مشروع ممتد في الزمن كان دائما فيه برامج قطاعية للتسريع الصناعي وتحقيق هذه الطفرة الصناعية لكن اليوم يبدو بأن الصورة بدت واضحة والضرورة حتى الضرورة الاقتصادية تفرض على المغرب أن ينتقل إلى هذا البعد الصناعي وأن لا يبقى محصورا في سمة البلد الفلاحي فقط يعني ضرورة فرضتها الجائحة ونحن نعرف ما تأكد من دروس من أمن غدائي من أمن طاقي من أمن صحي هذه كلها دروس لتجعل أن المغرب الآن أمام خيار وستراتيجي وهي الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة للتنمية لأن بدون صناعة لا يمكن أن نتكلم على التنمية والصناعة المحلية أساسا كما قال الأستاذ العزيز بأن صناعة ما يمكن أن نصنع محليا ما يمكن أن نصنع هو ومن يقول صناعة يقول ابتكار نحن ربما في حاجة إلى الابتكار في حاجة إلى موارد بشرية مؤهلة فيه طبعا بنيات تحتية ولوجستيكية وصناعية متوفرة في المغرب لكن ما مدى توفرنا على بعد الابتكار وعلى الموارد البشرية المؤهلة اليوم هذا هو السؤال المتروح الآن ومتروح في كل جهة المملكة كيف تحفيز الاستثمار الصناعي في كل الجهات لا يوجد في الجهة الدار بضاء أو جهة الرباط أو فاس أو فمركش ولكن في كل الجهات اعتمادا على الخصوصية كل جهة وهذا ستطلب أن نعطي ألوية كذلك التنفسية لأننا لا يمكن أن نصنع أي حاجة ستكون تنفسية بالنسبة للسوق الداخلي ولكن أساسا من الأسواق العالمية وهذا يفرض أنه تكون بنيات تحتية مؤهلة من موانئ من مطارات من طرق من سيكاك حديدية للتواصل بين موقع الصناعة والتصدير إذا كان هناك منتجات صناعية بلإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية والكفاءات والكفاءات الوطنية نعم وهذا الموضوع يرتبط ربما بمجموعة من العنوين الكبرى سي إدريس علاوي معنوين ربما الطاقة وهو عنوان كبير لأن الصناعة تحتاج إلى موارد طاقية في المغرب هناك طبعا جهود كبيرة لتوظيف الطاقات المتجددة لما نتكلم عن الصناعة كذلك نتكلم عن الابتكار كما قال أستاذ عبد الحفيد ولعلون نتكلم عن الموارد البشرية نتكلم وهذا أساسي كذلك عن البحث العلمي وعن مدى تنافسية المنتوج الصناعي المغربي قضية ربما كبرى تطرح اليوم صحيح وأنا سأبدأ التعليق على هذا الموضوع ممن تهيتم سي سامير لأننا فاشتا نتكلم عن الطاقة المتجددة فهي وحد ليس فقط كهدف بالنسبة للمملكة المغربية ولكن أيضا ستمكن الاقتصاد الوطني ككل والقطاع الصناعي بشأنه يكون عنده تنافسي أكبر صحيح بأن الأرقام اليوم تتكلم بأن المملكة المغربية مصنفة ثالثة عالميا فيما يخص جد بالاستثمار الخارجية في القطاع الطاقي وليس غير مقرارات أو تقارير التي هي وطنية ولكن تقارير دولية تتكلم بعد الصين وهند تقارير تعود للوكالة الدولية للطاقة المتجددة من طبيعة الحال من بعد الهند والصين تتكلم عن الهند والصين تتكلم عن دول قوية وقوية جدا في هذا مجرد السياق أستاذ الفاضل لما تقارير دولية تتحدث على أن المغرب هو ثالث البلدان الأكثر جدبا للاستثمارات في المجالات الطاقية وهذا رقم كبير جدا ربما لم يصل عليه الكثير من الأضواء الإعلامية لكن ماذا يعني ذلك اليوم في هذا السياق الذي نتحدث فيه عن الصناعة وتطوير الصناعة في المغرب هذا يعني بأن أكبر أيضا المنافسين الأولين للمملكة المغربية يعترف إذا تكلمنا على إيطاليا تعترف بأن تنافسية المملكة المغربية وقدوم المملكة المغربية بالقوة الناعمة لأننا نتكلم على قطاع استطاع أن يفوق كل التوقعات واستطعنا أيضا من خلال برنامج التسريع القطاع الصناعي استطعنا سيما التي تهم إدماج الطاقة المتجددة وهذا مهم ومهم جدا نحن اليوم لا نتكلم عن الطاقة كرافعة فقط رافعة الاقتصاد ولكن أيضا نتكلم على السيادة الطاقية وليست بمفهومها السابق باستعمال الطاقات المتجددة كرافعة ولرفع أيضا التنافسية في القطاع الصناعي تحدثت عن السيادة أستاذ دريس علاوي والسيادة الوطنية في الصناعة تظل في صلب الأولويات كما أكد جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال اليوم الوطني للصناعة مصطلح السيادة عبارة السيادة ربما هي عبارة محورية مفتاحية أساسية لا غنى عنها في السياق المغربي الراهني هو بكل تأكيد لأن السيادة تعني تحرير القرار الخارجي من تبعات تحرير كل أمور التي تؤدي إلى خلق تبعية لكافة بعض المنظومات إلى غادية والسيادة في المجال الغداء في المجال الصحة وخاصة السيادة الغدائية والسيادة الدوائية والسيادة الصناعية لأن اليوم عندما نتحدث عن السيادة الصناعية فكما قال أساسي قبل قليل نحن نتحدث عن العلامات التجاري المغربي المغربي اليوم نعم بنعمة أساسية ومهمة لا يعرف قيمتها إلا من يعيش هذا لأن استقرار السياسي لنعم المغربي يجب أن يتحول إلى قوة جاذبة نحن لم نوظف صراحة إلى حد اليوم نموظف استقرار السياسي لنعم به من أجل حصول على دور وظيف أساسي في الصناعة نحن نطمح ليس فقط الاستيراد المستثمر الأجانب والعلامات التجارية الأجنبية بل نريد نطمح إلى أن تكون هناك علامات تجارية مغربية وفي كافة الجهات لأنه الآن نحن تحتمناح هي الاقتصادية سيادة بنبي صبري المغرب طبعا ينعم باستقرار سياسي ينعم كذلك باستقرار ماكرو اقتصادي بخبرات صناعية معنى أن الأرضية ممهدة استقطاب الاستثمارات في المجال الصناعي بكل تأكيد لأنه عندما تكون مستقر في محيط المضطرب يعني المستثمر الأجنبية بحيث عن استقرار استقرار يؤدي الاستثمار استثمار يؤدي الزهار وهنا عندما تحدث رسالة الملكية عن النمو وعن التنمية فلا وجود لتنمية بدون نمو الدولة لا يمكن أن تترك المجتمع ينمو تلقائيا بل هي المسؤولة عن تنميتها وبالتالي سنسياسات يعني لأنها توفر على السلطة الشريعية والقضائية والاقتصادية إلى غدال وبالتالي فليوم الفرصة مواتية تماما من أجل الإقلاع الصناعي الحقيقي الذي يؤدي واجب اليوم أن نحافظ على السيادة على الطروات لأن هناك مواريد ولكن يجب أن تتحول إلى مرضو هذا هو السؤال في البحر في البري في الجو هذا هو السؤال الذي أريد أن أنقله إلى سي علي الغنبوري سي علي كيف سؤال إجرائي عملي ربما يتطلب أجوبة تقنية ملموسة وليس تنظيرا عاما في الهواء اليوم نحن في حاجة إلى ربما رأس مال بشري من الشباب مكون مؤثر بشكل جيد نحن بحاجة إلى خبرات جديدة إلى تكوينات ربما جديدة إلى ملاءمة تكويناتنا في الجامعة وفي القطعات هذه التكوين المهني مع هذه الصناعات المستجدة هل بدأنا في هذا المسار أم نحتاج ربما إلى مزيد من الوقت أكيد هو البداية موجودة والكفاءات موجودة والتوجه في إرساء واحد النظام خاصة فيما يتعلق بالتكوين المهني هو موجود في مجموعة من القطاعات التي كنا اليوم ومجموعة من الصناعات التي كنا اليوم التي تصدر هذه التوجوهات الصناعية للمغرب بمجموعة التي تضع على صناعات السيارات لدينا معهد فيما يتعلق بهذا الصناعات السيارات والتركيب فيما يتعلق بالأجزاء البسيطة إلى تفاصيل تفاصيل لها بالنسبة لصناع الطيران كذلك لدينا معهد التي تعنابت لدينا كفاءات اليوم لأن اليوم نرى أنها تضع على 15 أو 16 عام في هذه الجريبة اليوم تضع على مصانع 6 ألف و 7 ألف من العاملين فيها 100 أو 200 من المهندسين تضعي الكفاءات اليوم واليوم أصبحت تتوجه حتى هذه الشركات مثلا في قطاع السيارات أصبحت تتوجه حتى إلى بعض المناطق البعيدة عن المركز أستحضر هنا تجربة وجدة لنكمل هذه الشركات أولا تتجيش للمغريب فقط لأن المغريب من أجل العيون كما تسواد عيون المغريب لا تتجي إلى المغريب من أجل مجموعة للشروط ومجموعة للأشياء بينها كما قال أستدعب في الاستقرار السياسي والاجتماعي لكن في المغريب هو مسألة مهم كذلك المنظومة القانونية كذلك الإطار التحفيزي موارد البشريات المؤهلة ومؤهلة ومؤهلة وتنافس تنافسية كامل مع بعضياتهم لأنه يبقى تكلفة الإنتاج هي المحدد الأساسي لكي يجي عندك واحد المستثمر ولا يجي عندك لأنه اليوم صحيح يحكينا عن استقرار كما يقول أستدعب نريد نوضفه بشكل أكثر في إطار التفاوض مع هذا مع هذا الشركاء لأن المحيط لأن لا يوجد الاستقرار للأسف كانت لدينا تونس ومسط 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 المنافسة المغرب خاصة فيما يتعلق بالتنافس من ناحية الأزور دائما يكون عندهم الفضل بالنسبة بالمقارنة مع المغرب اليوم المغرب لديه الاستقرار لديه المحفزات اليوم لا نسوش بأن صدقنا على المطاق الاستثمار الذي في مناح مهمة مناح مهمة سواء قطاعيا سواء مجاليا سواء المناح المشتركة وهي مناح مهمة لا نسوش كذلك اليوم لدينا جميع القوانين المتعلقة فيما يتعلق بالمنافسة والحماية للمعطيات الشخصية وكل ما يدخل في إطار هذه التوجهات لدينا المؤسسات الدستورية التي تعنى بهذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجلس الأعلى الحسابات لدينا المجلس المنافسة يعني البنية ككل اليوم أصبحت كعنصر كبير للجرد للإستثمار الإشكال فيكين فيكين يبقى لدينا المشكلة المشكلة التي لدينا وضع في التمويل الداخلي نحن لدينا إشكال للتمويل الداخلي صحيح لدينا استثمارات كبيرة التي تقعنا بهذا القطاعات الاستراتيجية ربما الحل والحل سأنقله إلى سي عبد الحافظ العلو قبل أن أعود إليك سي علي الحل هو شراكات قوية ما بين القطاعين العام والخاص هذا سؤال لكم كامل ضيوفنا الكرام هل ربما الحل أو الوصفة تكمن في هذا شراكات قوية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص هذا هو موضوع ساعة كيف ننجح في أن نشجع القطاع الخاص لإستثمار أكثر من القطاع العمومي الميزانية 2023 حصت 1-300 مليار درهم لإستثمار العمومي وملاحظ أن هذا الإستثمار العمومي يشكل تولتين من الإستثمار الإجمالي والقطاع الخاص يالله تولت الآن نقلب المعادلة أن القطاع الخاص يستثمار تولتين والقطاع العام تولت هذا اختيار استراتيجي لأكيد أنه يطلب الوقت ولكن كما قال الأستاذ أنه نعمل كل إجراءات تحفيزية لهذا الإستثمار بتشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة بمراجعة ما تقوم به الأبناء المغربية المخاطر الموارد البشرية تكلمنا عليها التي هي مرتبطة بالبحث العلمي وبالبتكار وبيدون بحث العلمي لا يمكن أن نصنع صنع في المغرب وتكون عنده تنافسية داخليا وخارجيا وما ننسو بأن كذلك هاتشرة مرتبط بالجو المناخ الدولي الجو السياسي لأن هناك استثمارات ستجينا من الخارج لأن هناك مشكل للوجيستيك لطرحها دول أسيا كالهند كالصين بعد الجائحة وبعدها كذلك النزاع الذي كان في أوكرانيا لأن هناك الآن جد استثمارات خارجية صناعات خارجية إلى المغرب وما ننسو أن المغرب هو المستثمر الأول في إفريقيا بعد الصين وهذا الاستثمار يطلب واحد شاركة واحد تعبئة وكل قطاعات تشغل لكي نجعل هذا الخيار السراتيجي اليوم الإطار العام ربما متوفر فيه مثاق جديد الاستثمار يقدم كما قال السي علي منح ربما مجالية منح لدفع المستثمرين إلى توظيف أموالهم في قطاعات بعينها هذا الشراكة العمومية الخاصة أو الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ربما ستعطي دفعة قوية للاستثمار في المجال الصناعي في المغرب بنظريك هل حددنا المحاور الكبرى للقطاعات الصناعية التي سنطورها وشكين هذه الفكرة أكيد سامير هو أنقلب المعادلة التلتين للاستثمار الخاص والتلت للاستثمار للدولة تنتكلم على هدف مصطر في أفق سنة 2030 الأهدف مصطر حسب وحد المدة زمنية وهكذا كيف نصير المشاريع بشكل عام الآن الذي يخصنا أننا نناقش بكل هدوء هو أنه نريد البوصلة حين نتكلم بأن القطاع الصناعي اليوم يمثل 25% من نتج الداخل الخام القطاع الفلاحي المغربي كم يمثل من نتج الداخل الخام يمثل ما يقارب 15% هل أصبحنا بلدا صناعيا على حساب الفلاحة لأننا أيضا حين نتكلم على الصناعة نتكلم على الصناعة الغذائية ومنسوش بأن كانت هناك صادرات للصناعة الغذائية تفوق 40 مليار سنة 2022 وبالتالي فأظن حين نتكلم على الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام دائما يجب أن نعمل في نفس الأهداف المسطرة في أفوق سنة 2030 أو 2035 دون أن ننسى القطاعات الحيوية التي تقوم بتشغيل المغاربة لأن حين نتكلم عن القطاع الفلاحي الذي يشغل أكثر من 40% من اليد العاملة في المغرب نتكلم بالموازات مع ذلك القطاع الصناعي اليوم تخدم مليون مغربي الآن الإشكالية أن نرجع القطاع الخاص أكثر تنافسية في الاستثمارات وأن يرجع التلوتين هو التنافسية بشكل عام المقاولات المغربية والبنية المقاولات المغربية نعرف بأن الأبناء لها نموذج الاقتصادي أتكلم عن نموذج اقتصادي للمقاولة المغربية نحن نتكلم على النموذج التنموي الجديد ونتكلم على أفق 2035 نبغينا من المقاولات المغربية اليوم الاقتصاد الوطني يعيش في هذه المرحلة متدبذبة لأن نفاش نقول بأن نريد نمو اقتصادي 3% أو 4% في المقابل نجد بأن بنك المغرب يكبح جباح التضخم يرفع نسبة سعر الفائدة هذا توجه عالمي صحيح ولكن اليوم نتسأل هذه المقاولات المغربية وما سيكون عندها القدرة أنها تمشي في إطار تحقيق هذه الشراكة ما بين القطع الخاص والقطع العام لكي أنه ممكن نوصل لأهداف المسترق في أفق 2030 تتحقق ربما كل هذه المطار نتمنى ذلك من طبيعة طبعا هناك سؤال كبير طرحه الصناعي في الناتج الوطني 15% أو 17% هي مساهمة القطع الفلاحي هل تحولنا إلى بلد صناعي قبل أن أجيب عن السؤال لابد من استكمال ما أشار إليه المتدخلين بخصوص الشراكة من القطع العام الخاص الشراكة من القطع العام الخاص هي مهمة تدبير جديد لأنه يضمن لك تقاسم الأرباح تقاسم منافع تقاسم الأهداف تقاسم حتى المسؤوليات وتقاسم حتى المخاطر إن هي وجدته في هذا الإطار يعني عندما نقول هل نحن تحولنا إلى بلد صناعي هل تغيرنا من بلد فلاحي مغرب يحتاج إلى أن يكون بلد صناعي ويحتاج إلى أن يكون بلد فلاحي لا يمكن أن نفصل القطاعين معنا وبتالي لا بد من الاستفادة من الصناعات حتى في الصناعات الغدائية حتى في الصناعات البحرية حتى في الصناعات الدوائية وبتالي نستطمر فيما هو فلاحي لأن الفلاحة ما زال لدينا مشكل علاقة ما بالمواريد المرضودية لأن الحاليا ما زال ليس هناك ضبط تام للعلاقة ما بالمواريد المرضودية لا تنتكو المواريد ولكن لا تنعكس المرضودية ولا تنعكس التنمية ولا تنعكس المواطن وما زال هناك مشكلة بالقراء المدينة رغم أننا بدلنا مجهودا كبيرا في بنيات تحتية في القراء في الماء في الكهرباء. وما زال القروي يهاجر. لماذا يهاجر؟ لو لقي البديل يهاجر. إذن هذا يدل على أن نجحنا. نجحنا في الحد منه. إجراء القروي نحن المدن. وبالتالي لأن العدد العلاقبية لمدينة القرية. يطرح هذا السؤال محوري. مسألة الثانية منسبة الصناعة. الصناعة تحتاج إلى مسألتين أساسيتين وجهريتين. بصير في النظر هل هذه شراكة خاصة أم قطعها. وهي الجودة وهي السعر المقبول. إذا لم تكن لديك الجودة. ولم تكن لديك السعر المقبول. ستظل في واحدة مسألة أساسية. لأن المنافسة شارسة. العولة مطرحة مسائل معقدة على المسألة. ثم أيضا لدينا. تخرج إلى السوق. يجب أن تخرج بالجودة والسعر. العلاقة ما بين الجودة والسعر. بالفعل والرسالة الملكية تحدثت عن السيادة في الغداء. على الفلاحة. وعن الصيد البحري على البحر. مثلا. كان ممكن أن نغير نمط الاستيلاك إلى المغاربة. وبالتالي نذهب إلى أن نحقق لنا بعض السيادة. نحن اليوم نستورد بعض الأعلاف بعض المزروعات. من أجل أن إنتاج اللحوم الحمراء. ولدينا مثل البحر. وبالتالي هل يمكن أن نغير هذه الوجهة والنمط الاستيلاكي والصحة المواطنين في هذا الاتجاه. حتى نربط الحسابات. حتى لا تبقى سعار أسعار. حتى لا تبقى المضاربة تقصف جيوب الناس. وبالتالي هذا يؤثر على المصرع. هذا ورش كبير صبري. وكذلك ضيفنا الكرام. لكن هناك سؤال يطرح سي علي الغنبوري. القطاع الفلاحي يشغل ربما مئات الآلاف من الشباب. هناك طموح إلى أن يزاحمه القطاع الصناعي في تشغيل الشباب. لكن كيف تنظر إلى هذه المفارقة؟ 25% نسبة مساهمة القطاع الصناعي. 15% ربما نسبة مساهمة القطاع الفلاحي. لكن القطاع الفلاحي يشغل تقريبا مليون أو يوفر تقريبا مليون منصب الشغل. هذه العلاقة التي قال الأستاذ المرضوض هي الإنتاج مناصب الشغل. هناك إشكاله. لا. هي لكي نفهمها. لكي نفهمها. لكي نفهمها مزيان. هذه المساهمة. نحن نتحدث عن المساهمة في الناتج الداخلي الخام. هذا الناتج الداخلي الخام هو المساهمة كتكون مساهمة مادية. كيف تدخلها القطاع المغرب؟ وكيف تدخلها القطاع المغرب؟ نحن نرغي أرقام بسيطة جدا. لكي نفهمه كامل. لكي نفهمه معنا. مثلا صناعة سيارات السنة الماضية حققنا فيها 110 دي المليار دي المبيعات. الصادرات الفلاحية حققنا واحد الرقم قياسي قياسي في الصادرات الفلاحية وصنار 84 مليار. لكي نفهمه هذا الاختلاف. لأن الصناعة والصناعات اليوم الموجودة في المغرب والتي تعطينا القيمة المضافة العالية. والتي تعطيك واحدة القيمة المضافة العالية التي تبيع سيارة ومشيها بحلها التي تبيعها. اليوم المغرب راهم شاء في إطار أنه ينوع النسي الصناعي. وما يبقى غير السيارات. وإنما يتحول الأشياء مثلا الإلكترونيك. الرقاقات الصغيرة اليوم. المغرب يريد أن يمشي في هذا المجال. لأنه تعطيك واحدة القيمة المضافة العالية. وهذه القيمة المضافة العادية لكي يكون عندها الأطار على البيبي ديالك. يكون واضح. وخاكة تكون ما تشغلش لك كثير من هذا. كثير من الفلاحة. ولكن المرضودي المادية على البيبي ديالك. على الناتج الداخل الخام ديالك. كتكون أكثر لكي نفهمها. ونخلال هذه الأمتيجة. أنا مع الاتفاق الذي تقول الأستياء هو اليوم أن المغرب مخصوش يكون يتوجه. هناك مفارقة في هذا السياق. تحقيق ربما نقاط جديدة في معدل النمو أو توفير المزيد من مناصب الشغل. لا. اليوم نحن نرى النموذج التنموي الذي نحن اليوم ما بقينا نخدمه. المغرب تختار التنمية بشكل عشوائي. اليوم يكون نموذج التنموي المتوافق عليه. والذي اليوم صادق عليه تصاحب الجلالة. والذي تحدد توجهات التنموية للمغرب بطفاصيل مملة. النمو الذي اختاره المغرب هو النمو المنتج لفرص الشغل. هذا هو التوجه. هذا هو النظام. هذا هو المنظومة التي توجه في المغرب. سواء في الصناعة. سواء في الفلاحة. سواء في الخدمة. سواء في جميع القطاعات للاقتصاد الواطن. اليوم نحن لا نريد أن نقوم بغير الاقتصاد عادي. وإنما الاقتصاد اليوم تدويه. استثمار المنتج. حتف النموذج التنموي الذي نقول النمو. نقطة النمو. كيف نفهم. نقطة النمو. لديها مقابل من مناصب الشغل. اليوم نحن نتكلم على 18 ألف. منصب شغل. كنا واحد الوقت. 30 ألف. كنا قبل حتف 50 ألف. اليوم نقطة النمو. طاحت عندنا في المغرب. والتي تكتطينا 18 ألف. اليوم حتف في المنطقة النمو. 18 ألف منصب شغل جديد. منصب شغل. كل نقطة. من الذي نقول منصب شغل جديد. المحدات والمفقودة. الباقي بيناتهم. مباشرة أو غير مباشرة. دائما أو مؤقتة. نحسبها. يكون مناصب الشغل التي تحدث. ومنصب الشغل المفقودة. هذه مناصب الشغل المحدثة. مباشرة أو غير مباشرة. مؤقتة دائما. مالية هذه. مباشرة أو غير مباشرة. ولكن لا تحسب. اليوم لدينا تعريفات منصب شغل. وتعريفات ما بين البيط أعلى. وما بين صوق الشغل. هي تعريفات التي تحدثها. البيت. 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 التي هي واضحة. بالتالي العمل. لا نقترن بالمباشرة أو غير مباشرة. المهم هو أن هناك فرص للعمل. هناك أجدر. هناك مجموعة من الأشياء. وبالتالي هناك قدرة على السيرون. وعلى الإنعاش. هذه الاقتصاد. جميل. دائما في هذا السياق. ونحن نحاول أن نناقش هذا الطموح المغربي الكبير. نحو المزيد من إنعاش القطاع الاقتصادي. كان فيه العديد من السياسات القطاعية. السياسة عبد الحافظ أولعلو. التسريع. الإنعاش. أسماء كثيرة. برامج كثيرة. ساهمت في تطوير القطاع الصناعي. لكن اليوم يبدو بأن الطموح كبير. يبدو بأن الطموح هو أن يحقق المغرب السيادة في المجال الصناعي. كما أكد على ذلك جلالة الملك. قبل أن نطرق هذه المفاهيم للسيادة والأمن. كان هناك خلط تف عند الكثير. الأمن يمكن أن تحصل على الأمن الغدائي. الأمن الدوائي. الأمن الطاقي. بالاستيراد. بالاستيراد. ويكون لديك الملتوج بطوفير السوق الداخلي. هذا أولا الأمن. السيادة صعيب لنصل لها. نظرا أن هناك العلماء. هناك ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي. وهناك حاجة إلى المواد الأولية. مثلا لأخذ القطاع الأدوية التي نعرفه أكثر بحكم المهنة. أنه لا يمكن أن نصل لسيادة الأدوية. لأننا مرتبطين بالمواد الأولية التي نصل لها من الهند. ومن الصين الشعبية. ولكن هذا لا يمكن أن نقوم بحكمة صناعة محلية. السؤال الجوهري. وهو ما هو الاختيار السياسي والاقتصادي للمغرب؟. تنظر بأن الاختيار صعب أولا تلبية حاجة الساكنة. الكثيفة الداتي في المنتوجات الأولية. وهذا شيء رشفنا بالنسبة للمواد الآن. التي تعرفوا ارتفاع الأسعار. لأنه العرض غير كافي للساكنة المغربية. خاصة في هذا الشهر رمضان. قبل التفكير في التصدير. وهذا هو الذي يجعلنا. نقوله بأنه يجب أن نقوم بقيم موضوعي. وجدي ومسؤول. يجب أن نركز على الداخل. الصناعات الداخلية. تلبية الحاجة الساكنة. ثم كذلك تصدير. وهو مهم. سيجلب لنا الاستمار. سيجلب لنا العملة الصعبة. لكي نشارعوا النفط. وكي نشارعوا المواد التي نحتاجها. وكي نحققوا نسب نمو كبيرة. نحققوا نسب نمو. نظر بأنه يجب أن نراعي. هذا التوازن. وهذا التنوع في الاقتصاد. كما قال الصديق العزيز. التنوع احتفى في الصناعات. ولم ننسوا شيء. القطاع السياحي الذي يدخل 85 مليار. درهم هذه السنة. وهناك صناعة سياحية. والتي هي مرتبطة بالخدمات. والتي تعطيه مناصب الشغل. وتحرك بعض المدن. كمراكش. بارتباط مع السياحة. السياحة التقافية إلى آخر. هذا كله يجعلنا أننا نقوله. وهذا راجع في النموذج التنموي الجديد. بأنه لا يمكن أن نقوم في السياسة القطاعات. كل قطاع يفكر في التنمية بعيدا على القطاعات الأخرى. سيكون واحدة التقائية. من كل قطاعات. سيكون واحدة نموذج متكامل. وأفقي. لغادي إلى هدف استراتيجي. والهدف التنمية المستدامة. نسب نمو كذلك للاقتصاد الوطني. نسب النمو طبعا ستوفر المزيد من مناصب الشغل. وفيه بعض التوقعات. التي صدرت في غضون الأسبوع. أو ربما قبل ذلك. بقليل من بينها. ما قاله المركز المغربي للضرفية. 5.4% خلال سنة 2023. الرقم كبير. متوسط. صغير. معقول. غير معقول. الرقم متفائل جدا. نتمنى أن نصل. هو غير للإشارة. هذه الوكالة صنيف الأمريكية. قالت 3.5%. غير للإشارة. أستاذ سامير. لأننا نصل إلى أهداف المسترم. في النموذج تنموي الجديد. المغرب خصوة أنه يدير نمو اقتصادي سنوي. ديال 6%. اليوم نحن مطالبين. سواء الحكومة الحالية. 6% على مدى؟ ما حال من عام؟ دائما. دائما. لأننا نصل إلى أهداف. واحد العشرة السنوية. لأننا نصل إلى أهداف المسترم. في النموذج تنموي الجديد. وبالتالي. اليوم إلى الشنا. ما حال ديال الوقت يفصلنا عن هذا الهدف. 6% يعني. حدنا الإشكالية. أننا تراجع في مؤدد. حدنا الإشكالية منذ سنة 2020. نعرف بأنه كان هناك الإنكيماش الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الدولي. من بعد. تنهضر على 2021. ندرنا أكثر من 6%. ولكن استعادة النشط الاقتصادي. لا نقدر نبنيه عليه. لأنه كان عندنا تراجع في سنة 2020. أيضا في سنة 2022. نحضر على 1.5%. اليوم هناك معطيات. لكي نكونوا متفائلين. لأن بعض الأحداث. في بعض الأحيان. وفي بعض البندان. تكون أحداث دولية. لكتعاونك. لكي ندير النمو الاقتصادي الآن. ما يطلب مننا. هو يكون عندنا تسريع بالنمو الاقتصادي. ليس شيء غير النمو الاقتصادي. ليس 6% الآن. لا تكلمنا غير على المشروع. احتضان المغرب مع بورتغال. وإسبانيا لكأس العالم. سنة 2030. ولم يجب أن ننسى أحد المعطيات. مهمة جدا. اقتصاديا. لأنه يحتضم كأس العالم. رب حالك. رب حالك. سبع سنوات. النمو الاقتصادي. هذا مهم. ومهم جدا. نعطيها الأهمية. سيادة الصناعية. السيادة الغذائية. إلى آخره. كل هذه الأمور. خصنا تمشي نحو. من طبيعة الحال. نمو الاقتصادي. لخصوين خارط. في الأهداف المصطرف. النموذج التنموي الجديد. وأيضا. لا ننسى بأنه. فاش تنتكلم على ميثاق استثمار الجديد. وتنتكلم على هذه المقاولات المغربية. لخصة أنها توصل إلى الأهداف المصطرف 2030. يجب أن يكون لدينا نموذج مقاولاتي مغربي. على المدى القريب والمتوسط. لكي نرى المدى البعيد. لأن اليوم. لا يجب أن نساورها في سنة 2022. نتكلم عن 12 ألف مقاولة مغربية. سدات. ما هو البديل؟ ما نديره مستقبلا. لكي هذه المقاولات لا يسدوا. هناك بعض الأمور. متشابكة ومترابطة كثيرا ربما. صحيح. نعم. في هذا السياق دائما. وفي سؤال التفاؤل. أو عدم التفاؤل. بشأن هذه النسبة. 5.4% نسبة نمو اقتصادي متوقعة في العام 2023. من طرف المركز المغربي للظرفية. أولا. كيف ترى ذلك؟ هذه النسبة. تمنى المغربة أن تكون هذه النسبة حقيقية وواقعية. ولكن الواقع الأرض يفرض مجموعة من التحولات. وإذا أردنا أن نصل إلى هذه النسبة. يجب أن نصل إلى سياسات عمومية واقعية حقيقية. ويجب أن نصدر قرارات حقيقية. لأنه أولا يجب أن يكون كإصلاح ضاربي الشامي. لأن ما ترتبع المناظرة للإصلاح الضاربي ما زالت. لم تصل بعد إلى التطبيق. ثانيا لم نقم بإجراء تقييم حقيقي. لبعض التراكمات. ولبعض السياسات. حتى نأخذ الصحيحة منها. ونراجع الأخطاء التي تم ارتكابها. ثم ثالثا يجب إعادة النظر في المنظومة. لأن كما ورد في الرسالة الملكية. المنظومة للتعليم. المنظومة للصناعة. المنظومة للفلاحة. وبالتالي نحتاج إلى فلاحة حقيقية. سياحة إقلاعية. ثم صناعة ذاتية. من أجل أن نصل إلى نسبة النمو. لأن نسبة النمو تتحكم فيها مجموعة من المعطيات. وهذه المعطيات يجب دراستها بشكل واقعي. من هذه المعطيات. وأن تكون لديك سياسات عمية واضحة. وأن تكون هناك خلفية سياسية. وأن تحدد أولويات. نحن ما زال لدينا مشكلة أولويات. مازال لدينا مشكلة أولويات. لأنه يجب أن نحدد ما هي الأولوية التي يجب أن نشتغل عليها. ما هي الأولوية؟ هل الأولوية الصناعة؟ هل الأولوية في لا حال؟ من التحتية؟ هل إنسان؟ لا يمكن أن نجمع كثير من الأولويات. ويأتي مسؤول في حكومة يقول هذه أولوية. التعليم أولوية. تشغيل أولوية. الصحة أولوية. التقافة أولوية. نحدد أولوية بدقة. لنصل إلى النتيجة بشكل دقيق. غير ذلك. ستبقى حليما تعود إلى العدل القديم. وبتالي يجب أن نأخذ القرارات والرسالة الملكية واضحة. حتى في الصيف الماضي. قال جالة الملك يجب محاربة المضاربة. محاربة سعار أسعار. هل وصلنا إلى النتيجة اليوم؟ سعار أسعار وصل إلى مستوية قياسية. هل يمكن تبريره؟ لا يمكن تبريره عن إطلاق. اليوم حديثنا في هذا المساء. علي الغنبوري عن نسب النمو المتوقعة. تبدو متفائلة على كل حال. لكن السياق هو سياق موجة تضخم. سياق تشديد نقدي. كذلك من طرف البنك المركزي. ربما السياق الاقتصادي صعب. حتى على الصعيد الدولي. موسوم بالكثير من عدم اليقين. بسبب تدعية الأزمات المتوالية في العالم. أكيد. أولا تقرير المركز الضرفي. هو اعتمد على جوجة المؤشرات الأساسية. هو اعتمد على مؤشر الفلاحة. هو تعتبر بأن القطاع الفلاحية وصل الـ 11. وبالتالي سيعود النقص في باقي القطاعات. وإعتمد كذلك أنه سيكون لدينا طراجع الطالب الداخلي. لأنه سيكون لدينا واحد الاستهلاك. لأنه لدينا الموجات التضخمية. ولكن الاستثمار العمومي للدولة وهو 300 مليار إدرهام. سيعود هذا. ولكن هذا يبقى كله فرضية جد متفائلة. لماذا؟ لأن أولا لدينا الشركة الأول لدينا أوروبا في حالة ركود. وبالتالي راجع الطالب الخارجي على المغرب. وهو واحد. ثانيا تدخم. حتى التوقعات التي تبنى عليها مثل هذه التقارير. لم يكن توقع أن هذه الموجات تدخم بهذا الشكل. لأن الدولة اليوم في مشروع قانون المالية 2023. الذي تصادق عليه قانون المالية. ستبني الفارة الاقتصادية على جوج في المائة. على جوج في المائة. وبني النمو بأكثر تفاول بأربعة. أربعة. لدينا المندومية السامية للتخطيط. تقول لك ثلاثة فاصلة. لدينا البنك الدولي ثلاثة فاصلة. ثلاثة فاصلة. جميع المؤسسات للوطنية والدولية لم تفوت. لم تفوت. لم تفوت. لم تفوت. لم تفوت. مع العلم أن اليوم كان لدينا واحد تصريح. واحد الحوار الذي داره المندوب السامي. التخطيط في الأسبوع الفارط. الذي تحدد فيه أن المندوبية ستراجع هذا التوقع النمو لأنه بدأ يبلغها. بأن النسب للتدخم هي نسب لولاة النسب قياسية. لا يمكنها لأنها تأثر على استهلاك. تأثر على استهلاك. لا يكون استهلاك. لا يكون نمو. لا يكون نمو. لا يكون نمو. لا يكون نمو. تأثيرات متلاحقة. لأن الاقتصاد عبارة عن مربع. دائرة. لا دائرة أو مربع. أي شيء يقع هنا. يؤثر بشكل مباشر. لكن الملاحظة في هذه الأيام الأخيرة. السي علي الغنبوري. هو المنح التراجعي في أسعار بعض المواد الغدائية. الخضر والفواكه. هذا ينقلنا إلى المحور الأخير. وهو تأكيد الناتق الرسمي باسم الحكومة. بأن الحكومة مستمرة وماضية في محاولة إعادة الأسعار إلى مستوى معقول وطبيعي. نرى مرات عديدة. مرات عديدة في محاولة. لكن عندما بدأت تنخفض الأسعار. تنخفض ركال حتى قبل رمضان. حتى قبل رمضان. حتى قبل رمضان الذي خرجوا الليجان المراقبة. كان لدينا الخفض. والسرعان. في الوقت الذي رجعت فيه. لم يبقى هذا المجهود المراقبة. رجعت الأسعار لأكثر مما كانت فيه. قبل خروج هذا الليجان. اليوم يجب أن نعترف بأن لدينا إشكال فيما يتعلق بالعرض. بالمعروض. لدينا إشكال الإنتاج. حقيقي أن هناك مشكلة. أدى إلى هذا الشيء. زائد ممارسات لا أخلاقية. التي تطبع التسويق. والبنية للتسويق. اللي يفعل المضاربة. اللي يفعل الاحتكار. اللي يفعل الفساد. اللي يفعل الرع. اللي يفعل كل المشاكل. وكل المعيقات. اللي ممكن أن ينتج عليها. إلا ارتفاع الأسعار. عندنا كذلك البنية قانونية متهالكة. فيما يتعلق بالتسويق. خاصة على مستوى أسواق الجملة. أسواق الجملة اليوم. يسيرون بواحد النص قانوني. وقرار للوزير الداخلية. في 1962. 1962. بقي عندنا هذه البنية. البنية القانونية المتهالكة. عندنا كذلك ممارسات لا أخلاقية. وعندنا كذلك. أن الحكومة اليوم مطالبة. أنها توفر البنية. لأن هذه الحكومة إصلاحية. عند واحد الشاعر مركزي. اسمتوا الدولة الاجتماعية. اليوم هذه حكومة سياسية. اليوم الحكومة مطالبة. بأنها تبدأ المجهود. أولا ما شيئا. على المستوى المستوى المراقبة. والمستوى التتبع المستوى. كان حلول أخرى. اللي دارتهم الحكومة. الحكومة دارت حل الضريبة. سأسمح ليس ساميرا. أعطينا الحل الضريبة. أعطيت الحل الضريبة. إذا دارتوا فيما يتعلق باستيراد الأبقار. ووقفات الضريبة على القيمة المضاعفة. بما يتعلق باستيراد الأبقار المعددة. لتخفى التعامل. اليوم ممكن أن نطبق هذا الحل الضريب إلى واحد المجموعة من المواد الأول. خاصة الضريبة الداخلية. هذا سؤال الأخير. سي علي. لكم كامل ضيوفنا الكرام. طبعا ونحن في نهاية الحلقة. ما هي الحلول التي تقترحون لربما كبح جماح هذه الموجة. أو هذه الدوامة التضخمية. سي عبد الحافظ ملعلو. هي حلول. أعطينا غير واحد. أتذكر أولا الدعم المباشر للأسار المعوزة. زيادة في الأنجور بالنسبة للموظفين والمتقاعدين. وبالنسبة للأشخاص المسنين. وكذلك محاربة الفساد والريع والرشوة. هذا كل شيء تناولنا وتناولنا في كل الحلقة. وخصنا كذلك. نتسقي بعض أسعار لبعض المواد. ريسي سبيل. لا تنشاطروا ذلك الرسالة. أنا لدينا حكم شاطرها. ونحتمل أن نجد رسالة مفتوحة إلى كتاب. ولكن هذه كلها حلول معروفة. تكون إرادة الحكومة. لتواصل مع المواطنين. لتأخذ إجراءات عملية. لا يوجد وعود أو تفاؤل غير مفتوحة. سيدريس. الحلول في نظريك. قبل أن الحلول الإشكالية. لدينا المشكل المعقدة. بالنسبة لها. لا نعلم أننا إيشكالين الأصلي. لدينا أصلي المشكلة. ليس الأصلي المشكلة. ما هو أصلي المشكلة. ما هو أصلي المشكلة. لم يكن لدينا تضخم في هذه المواد غذائية؟ لماذا تنترح هذه السؤال؟ لأن الحكومة تقول بأن يوجد العرض بوفرة. لا يوجد مشكلة للمثوب. واذن يأتي من المثوبة السامية لتخطيط. يقدم أن يدر أن يكون بعض المواد غذائية. التي وصلت تضخم فيها إلى 20%. إذن سنعنا نعرفه بعد الإشكالية في نكاينة أسواق الجملة أشاروا لها الإخوان. أنا أظن بأنه المشكلة لا أخذناها على القول حل دابا. المشكلة هو أنه لا أرجع لها مستقبلا. لماذا؟ لأنه فجد تنهضروا على أسواق الجملة. أفتل المنتوجات الفلاحية في المغرب. هناك تقارير التي ربما إلخذناها غير هذه وخدمنا عليها على خمس سنين. لا يبقى الإشكال. لماذا؟ المنتوجات التي تمر عبر أسواق الجملة فقط أظن ثلاثين في المئة. سبعين في المئة من أنك تمشي. ما هو لسير كويدي. يعني أنه صعيب لنهضروا على المراقبة. أيضا فيما يخص أننا نتكلم عن المشكلة. ملحانة وتديرون مراقبة. عندنا تحرير الأسعار. عندنا تحرير الأسعار. عندنا تحرير الأسعار. يخصيك ضروري تدير تمن. طيب سي عبد النبي صبري. أولا السعار الأسعار يحتاج إلى معالجة من جذور المشكلة. فيها موسيقى. وليس من قشوري. لماذا؟ لأن أولا يجب أن نجيب عن السؤال المركزي. هل يجب أن ننتج من أجل توفير الإنتاج للمغاربة زراعة معيشية؟ أم أنه يجب أن ننتج من أجل أن نصدر. صحيح أن التصدير ضروري. ولكن المغاربة؟ هل يمكن أن نصدر ونترك المغاربة في هذه المشكلة؟ ثم المسألة الثانية الأساسية. ويجب القطع مع دابل الفساد أينما حل حتى يرحل. لأنه كان مشكلة أساسية. كان شاحلات تباع خمسة مرات ستة مرات. تخرج من مدينة وتصل إلى مدينة أخرى. تباع في الطريق خمسة مرات. وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه المسألة. حتى تكون أمم المسألة. سي عبد النبي شكرا جزيلا. سي دريس شكرا جزيلا. سي علي شكرا. سي عبد الحفيظ شكرا جزيلا. مشاهدين في كل مكان شكرا على متابعة والتحليل الأعمق. نلتقي في الأسبوع المقبل. طاب مساءكم رمضان كريم. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة